جهاز جديد سيعرف طريقه إلى مطابخنا قريباً إنه فوديني أو طابعة طعام ثلاثية الأبعاد كما يسميها منتجها على الأقل منذ عقود والأجهزة الكهربائية تغزو المطابخ فما الجديد الذي يحمله فوديني؟ سؤال تتعدد إجابته بحكم مواقف البعض من التقنية الحديثة وزحفها المستمر على تفاصيل حياتنا اليومية الجهاز ليس مجرد بدعة فنحن نعتقد أنه سيكون أحد معدات المطبخ وأنه سيوجد في مطابخ المحترفين وفي المنازل كغيره من الأجهزة الأخرى يلتهم فوديني الخضر والفواكه الطازجة ثم يحولها إلى سوائل ثقيلة يتولى الكمبيوتر تشكيلها حسب الطلب شيء من الفن والتزيين عرفته موائدنا منذ عقود وربما قرون لكن الجديد هذه المرة هو دور الكمبيوتر يتم كل شيء بالسرعة المطلوبة فالجهاز قادر على إنتاج أكثر الطبخات تعقيدا في عشرين دقيقة فقط يتوقع أن يعرف فوديني طريقه إلى الفنادق والمطاعم الكبرى قريبا حيث يزيد الاهتمام بشكل وطرق تقديم الطعام عادة أما انتشاره في المطابخ المنزلية فربما يتأخر كثيرا لا سيما في المجتمعات التقليدية التي ترتفع فيها معدلات الأمية التقنية لكن ثم تمن ينتقد تعدي التقنية على مهن وخبرات طورها البشر عبر قرون أعتقد أن المشكلة مع التكنولوجيا تكمن في أنك ستعدل الطعام عندما تنتجه عبر هذه الطابعة بالنسبة لنا كطها فإنك تعدل المذاقع عندما تعالج الطعام على هذا النحو التقني سيطرح الجهاز في الأسواق قريبا مقابل 1300 دولار ما يعني أنه لن يكون في متناول الكثيرين جهاز جديد سيعرف طريقه إلى مطابخنا قريبا إنه فوديني أو طابعة طعام ثلاثية الأبعاد كما يسميها منتجها على الأقل منذ عقود والأجهزة الكهربائية تغزو المطابخ فما الجديد الذي يحمله فوديني؟ سؤال تتعدد إجابته بحكم مواقف البعض من التقنية الحديثة وزحفها المستمر على تفاصيل حياتنا اليومية الجهاز ليس مجرد بدعة فنحن نعتقد أنه سيكون أحد معدات المطبخ وأنه سيوجد في مطابخ المحترفين وفي المنازل كغيره من الأجهزة الأخرى يلتهم فوديني الخضر والفواكه الطازجة ثم يحولها إلى سوائل ثقيلة يتولى الكمبيوتر تشكيلها حسب الطلب شيء من الفن والتزيين عرفته موائدنا منذ عقود وربما قرون لكن الجديد هذه المرة هو دور الكمبيوتر يتم كل شيء بالسرعة المطلوبة فالجهاز قادر على إنتاج أكثر الطبخات تعقيدا في 20 دقيقة فقط يتوقع أن يعرف فوديني طريقه إلى الفنادق والمطاعم الكبرى قريبا حيث يزيد الاهتمام بشكل وطرق تقديم الطعام عادة أما انتشاره في المطابخ المنزلية فربما يتأخر كثيرا لا سيما في المجتمعات التقليدية التي ترتفع فيها معدلات الأمية التقنية